أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الأحد الحكومة بدراسة وضعية طلبة الفلسطينيين في الجزائر بيان لرئاسة الجزائرية صدر في ختام أشغال مجلس الوزراء نقل عن الرئيس تبون تأكيده على ضرورة الشروع في اتخاذ تدابير للتكفل الفوري بجميع طلبة الفلسطينيين الذين يزاولون دراستهم بالجزائر عقبا قطاع الاتصالات بينهم وبين ذويهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة اشتركوا في القناة